أهلا وسهلا بكم مجددا تعتبر الإسعافات النفسية الأولية جزءا أساسيا من الدعم الذي يمكن تقديمه للأشخاص الذين يمرون بظروف نفسية صعبة أو أزمات مفاجئة تشمل هذه الإسعافات تقديم الدعم النفسي الفوري للأفراد المتأثرين إما بصدمة نفسية أو أحداث مؤلمة مثل الحوادث الكوارث الطبيعية فقدان الأحبة أو أي تجربة قاسية قد تترك أثرا على صحتهم النفسية طبعا هذه الإسعافات تهدف إلى تقديم الشعور بالخوف القلق التوتر وتقديم الطمأنينة وعدم الشعور بأنك أنت لحالك فبعض الأشخاص يقول لك أنا مش قادر أتصرف لأنه أنا حاس حالي لحالي مع أنه محاط بالعديد من الأشخاص حوالي سيكون معنا الأستاذ قتيبة بني سلامة وهو مرشد نفسي وأسري الحديث عن الإسعافات أنه النفسية الأولية تحديدا وقداش اليوم مهمة أنه نكون نعرف فيها حتى لو كنا مش مختصين ولا لنا باع في العمل أو القطاع النفسي خلينا نحكي إذا صح التعبير أهلا وسهلا فيك وسهلا أهلا فيك ويسعد صباح الورد أهلا يعطيكم العافية يا أستاذ قتيبة موضوع الإسعافات النفسية الأولية تحديدا شيء مهم وأكيد نحن نرى كلنا نتعرض للصدمات في حياتنا أكيد مواقف معينة أو نتذكر مواقف معينة يعني قبل أن ندخل بالتفاصيل هذا الموضوع الإسعافات النفسية الأولية شو يعني بطريقة مبسطة شو يعني هيك؟ أكيد شكرا كثير لكم على هذا الطرح وعلى هذه المقدمة الشاملة صراحة عن الإسعافات النفسية الأولية أحب أحكي أول شيء أنه كل شخص في حياتنا ممكن يتعرض في الماضي للأزمات أو كوارث أو حوادث أو فقدان أشخاص عزيزين بشكل مفاجئ أو يجا خبر بأنه عنده مرض لا سمح الله مزمن كل هذه الأمور سببت لهذا الشخص صدمة نفسية كم مهم في ظل وجود هذه الأزمة التي تعرضها هذا الشخص أنه وجود أشخاص يحط يده على كتفك ويحكي لك معلش أنا موجود جنبك اليوم كم مهم وجود أشخاص يحكي لك أنا موجود الآن معك لأجل أفهمك وأجل أسمعك ولأجل أنه اتعبر عن مشاعرك بحرية بدون ما أصدر أنا الأحكام أو ألوم عليك على الحدث الذي حصل معك كم مهم وجود أشخاص أيضا بيقدمونا الدعم المادي والمعنوي يقدمونا المأكل والملبس والمشرب في حال كان الحدث الصادم مثلا بتعلق بخلينا نحكي نزوح هذول الأشخاص من مكان سكنهم كل هاي الأمور وكل هذا الدعم هو ملخص للخدمات اللي ممكن نقدمها الإسعافات النفسية الأولية اللي ممكن إحنا نعرفها بينها الخدمات اللي تقدم للأشخاص بشكل فوري الأشخاص هذول اللي عندهم الآن بداية تشكل لأزمة نفسية فهذه الخدمات شرط حدوثها الإسعافات النفسية الأولية هي أن تقدم بشكل فوري قديش اليوم مهم تواجد هذا الدعم أو الإسعافات النفسية الأولية للأشخاص اللي عم بيعانوا إن كان من فقدان كوارث سطمات طلاق فقدان بأي نوع من حتى فقدان الوظائف بعد الأحيان تمام تمام شكرا كثير على هذا السؤال رح أوضح هذا السؤال من خلال المثال التالي احنا أكيد الكل اللي تعرض لهذا الموقف وإحنا ماشيين بالشارع نشوف سيارة إسعاف ورانا بتمشي بشكل سريع جدا وبعطونا تحذيرات لأجل أن نبعد عنهم نفسح لهم المجال حتى يوصلوا إلى موقع الحادث هذول طواقم الإسعاف الطبي خلينا نحكي عندهم إيمان مطلق بأنه كلما كان سرعة استجابتهم ووصولهم إلى الحادث كلما كان فرصة نجاة هؤلاء الأشخاص أكبر ولنفرض أن الشخص عنده نزيف كلما كان وصولهم أسرع هم وقفوا حدوث النزيف بالتالي منعوا تطور الحالة واستدعائها إلى تدخلات جراحية لو أسقطنا هذا المثال على الإسعافات النفسية الأولية سرعة وصول الأشخاص إلى مكان الحادث واستجابتهم إلى الأشخاص الذين يتعرضون لصدمة وأزمة هل الشخص عندما يتعرض للصدمة إيش اللي تشكل عنده تبدأ الأفكار مشوشة عنده تبدأ الأفكار لا منطقية ولا عقلانية بتبدأ عند هذا الشخص تصرفات وسلوكات غير واعية ممكن هذه الأفكار إذا ما تدخل بالوقت المناسب هي تسحبه إلى مكان وتطور عنده في عقله خلينا نحكي نوع من أنواع الإضطرابات فسرعة وصولنا وتدخلنا بمنع هذه الأفكار أن تسيطر على هذا الشخص بالعكس نحن نعمل عليها كنترول وترجع الشخص لحالة الاتزان اللي كانت عنده قبل حدوث هذا الصدمة أو الحادث لتعرض له اسمح لي اليوم نحكي بشكل واقع ومنطقي اليوم أي شخص لو أنا مريت بحالة نفسية معينة أو بظرف نفسي معينة أو بصدمة نفسية معينة أنا ما رح أكون شايف المشهد أو المنظر زي ما الناس بتشوفه أو العائلة بتشوفه أو أهلي بتشوفه كيف اليوم أنا بدي أشعر على نفسي أنني اليوم لازم أراجع طبيب نفسي لازم أراجع مرشد نفسي أنا في عندي مشكلة بالموضوع الفلاني مع أنه أنا اليوم بوقت المشكلة رح أكون شوي منعزل أو بحكوها فاصل العقل بالتفكير أنني أنا اليوم ما لي شيء فكيف ممكن أنا أميز أنه أنا اليوم لازم أراجع بأسرع وقت تمام نحن في عنا حالتين في هذه النقطة ممكن الشخص نفسه إذا كان عنده معلومات سابقة عن بعض السلوكات اللي بتعرض لها إذا كانت موجودة وحصلت عنده ممكن فعلا يستدعي وضعه لتدخل نفسي من خلال خلينا نحكي أنه مثلا هذا الإنسان فقد الشغف في الحياة هذا الإنسان أصبح يحب ويميل إلى العزل أكثر أصبح يحب يعني لا يحب عفوا مخالطة الآخرين أو مشاركة مشاركة الآخرين أصبح أصدقائه موضوع ممل بطل يعني الأشياء البسيطة أو الأشياء المضحكة أو المفرحة إله بطل التعني له إيشي هاي الجانب في حال الشخص حس على نفسه أو لاحظ هاي الملاحظات عليه لابد أنه يستشير طبيب نفسي وفي الحقيقة يعني استشارة الطبيب النفسي هي بتساعده لعدم تفاقم المشكلة بشكل أكبر وزي ما بحكوا المشكلة إذا تم اكتشافها منذ البداية فسهل علاجها أيضا إذا كان الآخرين المحيطين ممكن هو الشخص حاس حاله طبيعي بهذه التصرفات فممكن الآخرين إذا لاحظت على ابنك أو على زوجك أو زوجتك زوجتك عفوا هذا الكلام هو هاي التصرفات ممكن أنت تستشيره أو تستدعي أنه حدا ياخذه أو هو نفسه ينعرض على طبيب نفسي أستاذي دائما يتم الحديث أن السيداتهم أكثر تضررا من الحوادث والكوارث ولكن الدراسات تؤكد بأن الرجال هم أكثر تأثرا بالكوارث أو الفقدان أو الطلاق وإلى آخره وهم بحاجة فعليا إلى دعم نفسي أكثر من المرأة المرأة بجوز بطبيعتها قادرة على التكيف ولكن الرجل فيه هناك بعض الأسس اللي تربى عليها أهم شيء أنه ما تحكيش لحده أو تبكيش فقداش اليوم الدعم النفسي مهم لكل الجنسين بنسبة متفاوتة بطريقة مختلفة كل شخص يعني أنا بصار معي شيء لا سمح الله بيختلف على طريقة التعاطي مع أي شخص آخر أو مثلا مع زميلي رعد تمام شكرا كثير على هذا الطرح في البداية أنا بحب أحكي أنه الإسعافات النفسية الأولية إلها أسس ومبادئ طبعا زي ما تفضلتي أنه الرجال ممكن تأثرهم أكبر بسبب عدم يعني للأسف في بعض التنشئة الخاطئة اللي إحنا ممكن نشئها لأطفال أنه ما تبكي أنه لا خليك زلمة خليك رجل ليش تبكي؟ بالعكس إذا أنا ما عبرت عن المشاعر وعن الصدمة اللي أنا قاعد بختبرها إذا ما عبرت عنها وحكيت عنها رح تظل مخزنة جواي ورح تطلع في أوقات لاحقة ممكن لما أتذكر الموقف السابق اللي حصل معي أتأثر وأنهار لأنه أنا ما علجته في وقته فمشان هيك أنت فتحتي لنا مجال نحكي عن مبادئ الإسعافات النفسية الأولية مبادئ الإسعافات النفسية الأولية تنقسم لقسمين ممكن كشخص طبيعي أنت أكيد بتقوم بإسعافات نفسية أولية وأنت كذلك بس بدون ما تعرفي أنها هي إسعافات نفسية أولية من خلال مواساتك لصديقة من خلال زيارتك لصديقك المريض من خلال وقوفك مع أحد الأشخاص المقربين التي تعرض لضائقها مثلا القسم الآخر عفوا وهو تقديم الإسعافات النفسية الأولية عن طريق فريق متعدد التخصصات مبادئ الإسعافات النفسية الأولية هي ثلاث بالإنجليزي انظر استمع وقوم بعملية الربط بدنا نفرض أن عمارة التي حصلت في الويب ليس هناك انهيار لعمارة وصلنا لها العمارة أول شيء ننظر له وأول شيء نقوم بتحديد الأشخاص الأولوية التي تحتاج إلى تقديم أول شيء إسعافات طبية بعدها نبدأ بالأشخاص التي لم تضرروا جسديا نبدأ بمهارة مهمة جدا وهي عملية الاستماع يعني ما بصير مثلا أنه إحنا نبدأ نطلق أحكام ونلوم على الأشخاص خصوصا مثلا اللي تعربوا لحوادث السرعة القيناب الشارع ناجي نحكي له شايف السرعة شو بتعمل طب أنا الآن ننقذني ساعدني بعدين أبدأ أطلق الأحكام بلشنا نستمع للأشخاص اللي نهار بيتهم ويعبروا عن مشاعرهم لأنه كل حياتهم في هذا البيت الاستماع يجب أن يكون استماع فعال وأنت مصغي وتبدأ فعلا اهتمامك وتعاطفك بشكل صادق مع هؤلاء الأشخاص بعد ما نخلص الاستماع وهم عبروا عن مشاعرهم بدون ما نعمل لهم بوش أو ضغط على أنهم لازم يعبروا عن مشاعرهم لا نبدأ بعملية الربط الأشخاص عبروا عن مشاعرهم طب الآن نحن بدنا ننام بدنا مكان بدنا مأوى بدنا ملابس بدنا أكل بدنا شرب نقوم بعملية الإسعافات النفسية الخطوة الثالثة والأخيرة فيها وهي عملية الربط من خلال معرفتنا بالخدمات من خلال عملية مسح لنا نكون عارفين في بعض الجمعيات منظمات إلى أخير حكومية غير حكومية تقدم مأوى مشرب مأكل ملبس نقوم بإيصال هؤلاء الأشخاص إلى بر الأمان مع هذه الجهة نعم نعم استاذ يسمح لي أيضا أنت طلعت أكثر من المثال بالنسبة للإسعافات الأولية الطبية نعم اليوم أنه في أشخاص يدربوا نفسهم عندهم هذه المهارة أنهم يسعفوا الأشخاص المصابين أو إلى آخر اليوم أنا كشخص كيف أقدر أدرب نفسي أني أسعف شخص نفسيا أدرب شخص نفسي كيف تعامل مع هذا الشخص أقدم له إسعافات أولية نفسية بطريقة وأنا مش اختصاص أكيد مئة بالمئة في نقطة لازم أوضحها وهو أن الإسعافات النفسية الأولية أولا غير متطلب أن الشخص لازم يكون مختص بس لازم يكون مثقف صراحة يعني زي ما حكيت المثال اللي قبل شوي عن شخص تعرض لحادث أو بيت تعرض لحريق فرضا ما بصير نحكي والله أكيد تحطين الشاحن أو إشي ناسينه على الكهرباء يعني أنا الآن كشخص مصاب بصدمة ما بيعنيني أني أستمع لهذه الكلمات أنا بهمني الآن شخص يحتويني ويتقبلني كما أنا بعدين منبدأ بعملية التحليل أنا كشخص عادي ولنفرض لقيني حادث أمامنا أول شيء بنعمله منشوف مين الأولوية منحدد الأولوية هل في أطفال نبعدهم عن مكان الحادث هل في كبار سن هل في نساء خلينا نعك هل في مصابين بالدرجة أنه منقدر نحركهم أو ما منقدر نحركهم لأنه أحيانا تحريكهم ممكن يؤذيهم أكثر أنا لازم أكون عندي مهارة أهم شيء مهارة الاستماع يعني الشخص لما أريد أن يعبر عن مشاعره الذي عنده صدمة قد يبدر منه بعض السلوكات أو الألفاظ التي ليس كويسة أو خلينا نحكي الغير منطقية غير مسؤولة أقدر أبدأ ألون فيه لا يزبط لأن هذا الشخص نحن بمنطقنا تحتوي نعم بمنطقنا يعتبر غير مسؤول وغير واعي الآن وهو غير مدرك للأشياء التي عمالها تحصل معه فمشان هيك لازم يكون عندنا مهارة الإصغاء ومهارة الاستماع الموضوع لا يحتاج تدريب عالي جدا فقط ثقافة وقراءة بسيطة أنك كيف تتعامل مع هذا الشخص وتبديله بعض الكلمات التي نعرفها مثلا أنا مهتم جدا وأنا وجودي معك سيساعدك أنا موجود لأجل خدمتك أنا مقدر جدا أن هذا الموقف يتعرض له كثير صعب كثير قاسي لا أقلل من الموقف أنا معك هنا لم أساعدتك وأوصلك إلى بر الأمان نعم كيف الأطفال هم أكثر فئة حاجة للدعم النفسي والأسعبات النفسية أكيد الأطفال هم بالنسبة أنهم أكثر فئة بحاجة إلى الدعم النفسي لأنهم يعني بعض الأشياء التي يمكن أن يشوفها صعب أنها تنمحي من ذاكرتهم فبشان هيك نحن نركز بالتعامل مع الأطفال على الأنشطة والتمارين الرياضية والألعاب والرسم وإلى آخره لحتى نشغل بالهم وتفكيرهم في عدم التفكير في المشكلة أو الحدث الذي حصل نعم اليوم حكينا بالبداية أن أي شخص معرض أنه يمر بصدمات نعم هناك أشخاص انفعاليين نوعا ما ردة للفعل تكون سريعة أو من ثم الندم فيما بعد اليوم اليوم هؤلاء الأشخاص كيف نقدر ندرب النفس على تهدئة النفس في الكوارث أو الصدمات التي ممكن كنا بنعيشها وضغطات كنا بنعيشها لكن يوم هناك أشخاص يزغر الأمور في شخص يكبر الأمور فبسي لديه حالة نفسية نوعا ما معركة جوا جواه فأحنا اليوم كيف نقدر ندرب النفس أنه نتعامل مع الظروف المحيطة بشكل هادئ وحكيم نوعا ما طيب شكرا كثير إليك رح أحكي شغلة مهمة جدا وهي أنه الشخص لما يتعرض لصدمة وخلينا نحكي كان مدرب قبل أو مدرب نفسه على تمرين التنفس لأن هذه الصدمة هي أحد أنواع البانيك أتاك نوبات الهلع في البداية لدينا مجموعة من الاستراتيجيات الممكن الشخص الذي تعرض لصدمة أو ضغط كبير يمكن يتخذها لأجل أنه لا تأثر فيها من خلال عمليات التنفس التنفس مهم جدا تمارين التنفس وتمارين التأمل كثير مهم جدا ممكن الشخص خلينا نحكي في عنا استراتيجية كثير مهمة ثنتين رح أحكي عنهم المية الباردة نحن نستخدمها مباشرة وشرط أنها تكون باردة نغسل وجه هذا الشخص فيها أو هو نفسه يحط مية باردة على وجهه بعمل شك لدماغه والأفكار الموجودة فيه الموجودة في دماغه والذي تدور عنده الشغلة الثانية في عمليات نحن نسميها العد العكسي ممكن يعد من 200 أو من 300 إلى صفر يعني يستبتوه كل مرة أنه يقفز درجتين أو ثلاث كل مرة ممكن نشوف يعني إيش هذا الحكي لكن الشخص الذي عنده هذه الصدمة دماغه يبدأ يشتغل لأنه عملية شوي معقدة هذه الموضوع العد فبدأ دماغه يحكي بشكل أو عفوا الأفكار عنده تبدأ تتشتت بشكل إيجابي أكثر فالتمرين التنفس كثير مهم التمرين الرياضية بوقتها مهم أن نسيطر على هذا الحدث سؤالي الأخير لحدفتك أنا من الأشخاص اللي بآمن أنه الشخص يعرف أكثر مواطن قوت ومواطن ضعفه حتى بالكوارث المصائب اللي بتصير ولا لا يحط حدث في هذا الأمر ولكن قد يرش للواحد مهم أنه يعرف يسعف حاله لحاله في بعض الأشخاص ما بيقدروا يتعامل مع هذا المواضيع ولكن في أشخاص أنه طريقة التعاملهم مع الألم التي تسبب لهم من هذا الأمر يمكنهم يعالجوهم أحسن من أي شخص ثاني ممكن أختلف معك بالنقطة إذا سمحت لأن نحن الآن بأفكار مشوشة تحدث عند هذا الشخص هذه الأفكار بكل صراحة هي إن شاء الله لا يحد يختبرها لكن هي أفكار ساحبة بالدرجة قوية جدا الشخص ممكن تطور عنده الطرابات نحن بغنى عنها مثل هذه الأفكار ضروري جدا وجود شخص جنبك يدعمك ويوقف جنبك كثير بسندك كثير بساعدك وخصوصا إذا كان مختص مش فقط في الإسعافات النفسية الأولية إذا كان مختص الذي يرشدك إلى كيف تتعامل مع هذه الأفكار لأنه أنت الآن بلشت الأفكار تسيطر عليك وانت غير واعي لها فمش دائما ممكن تتذكر كيف ممكن أتعامل معها بتمارين تنفس أو العد أو المي البارد وإلى آخر فوجود أشخاص مهم جدا حوالينا لأجل يدعمونا ويساعدونا على تجاوز هذه الصدمة نعم يعني أستاذ قتيبة بني سلامة وأنت مرشد نفسي وأسري نشكرك ونتواجدك وهذا الحديث الجميل وبعض النصائح يمكن تكون مفيدة لأي شخص يمكن يشاهدنا اليوم شكرا 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 على الاستضافة يعطيكم ألف عافية الله يسلام